في مشهد مهيب سيطر عليه الحزن والألم على فراقه شيع آلاف الكويتين جثمان آية الله السيد محمد باقر المهري وكيل المرجعية بالكويت الجمع الكبيرة توافدت على المقبرة الجعفرية في الصليبخات يتقدمهم رجال الدين ومسؤولون وسياسيون ومواطنون للصلاة على جثمان آية الله السيد المهري وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل رحلة الجثمان إلى النجف الأشرف غدا حيث يوار الثرى هناك قرب ضريح جده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ويدفن بجوار أستاذه آية الله السيد الشهيد محمد باقر الصدر وبغياب آية الله محمد باقر المهري فقدت الكويت رمزا وطنيا تميز في حياته بخطاب الوحدة وتحلى بالمسؤولية في الأحداث الكبرى وفي حرصه على الوطن بكل أطيافه وطوائفه وقد دلت مواقفه على ذلك وقدمت صورة مشرقة عن الوطنية في أبهى صورها هذا الرجل كان بحق كان الرجل المرحلة ورجل الكويت ولا نعلم ولا يعلم الآخرون كم هذه الخسارة الفادحة في هذا الوجود العلمي لأنه رجل أولا وكيل جميع المراجع معتمد جميع المراجع مرسول الشهيد الصدر الأول إلى الإمام الخميني وضو الله تعالى عليهم هو مبعوثة الخاص وهو رجل مؤتمر من جميع العلماء والمراجع نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية وكل المؤمنين وأهل الكويت رجالا ونسوة إخوة وأخوات على فقدان هذا العالم الذي كان ينادي دائما بالوحدة والوطنية ودائما يحرص على مسألة أنه الآية القرآنية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كان دائما سماحة السيد يدعو الجميع إلى الاعتدال وقد نعى آية الله المهري سماحة آية الله السيد محمد سعيد الطبطباء الحكيم سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته ويرفعه في إليين وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان كما نعاه سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي مشيرا إلى مناقبه الطيبة وسيرته العطرة ومواقفه السياسية فيما نعى أيضا أمين عام التحالف الإسلامي الوطني الشيخ حسين المعتوق فقيد الكويت والأمة الإسلامية نعزي الأمة الإسلامية ومراجع الدين العظام وعائلة المهري الكريمة وعموم أبناء الشعب الكويتي برحيل سماحة آية الله السيد محمد باقر المهري قدس سره هذا الرجل الذي كان علما من أعلام الأمة ومن أعلام الكويت إلى ذلك قدم عضو مجلس الأم أحمد لاري أحرى التعازي لأسرة الفقيد الراحل لافتا إلى أن آية الله المهري كان مثالا للوطنية والدفاع عن الكويت حتى يوم رحله ونموذجا للعطاء والمواقف الإسلامية